وقفت بك عزيزي الطالب على مفهوم المناهج الدعوية وأقسامها من حيثيات عديدة وخلصنا إلى أن هذه المناهج الدعوية إنما يأتي في مقدمتها المنهج العاطفي والمنهج العقلي والمنهج الحسي وأبدأ بك في هذا الدرس ببيان المنهج العاطفي هذا الدرس عنوانه المنهج العاطفي وعناصره الأول تعريف المناهج أو المنهج العاطفي أولا إذ إن التعريف يقف بك على حقيقة المنهج أيضا أبرز أساليب هذا المنهج لكل منهج أسلوب والأسلوب العاطفي يختلف عن غيره من الأساليب الأخرى فما دام المنهج عاطفية فكذلك له أسلوبه الخاص به سنتعرف عليه في حينه أيضا العنصر الثالث مجالات استعماله فالمنهج العاطفي له مجال وله موضع يستعمل فيه المنهج ولا يستعمل في غيره ويخطئ الداعية عندما يستعمل المنهج العاطفي في غير موضعه الذي شرعه الشارع وسار عليه العلماء في طرق الدعوة أما عن العنصر الأخير وهو خصائص المنهج العاطفي فلكل منهج خصائص ولكل منهج مجال يستعمل فيه ولكل منهج أسلوب يسير عليه الداعية وهذا ما سنتعرف عليه في هذا الدرس أولا تعريف المنهج العاطفي ما المقصود بالمنهج العاطفي يمكننا أن نعرفه بأنه النظام ما دمنا قد قلنا سلفا بأن المنهج هو النظم أو المناهج الدعوية هي نظم فكذلك نقول المنهج العاطفي نظام نظام دعوي يرتكز على القلب ويحرك الشعور والوجدان داخل المدعوب إذ إن الداعية الحق هو ذاك الذي يستطيع أن يغوص في عمق وقلب المستمع حتى يحقق الهدف المرجوة من دعوته وهو الاتباع والسير على منهج الأنبياء والمرسلين هذا هو التعريف إذن نظام دعوي يرتكز على القلب ويحرك الشعور والوجدان لاكتساب المدعوب إلى سلة أو إلى حضيرة الداعي وهو دليل على تفوقه في الدعوة أما عن أبرز أساليب المنهج العاطفي فأساليبه كثيرة متعددة يأتي في مقدمتها أسلوب الموعظة الحسنة إن أسلوب العواطف يبدأ بالوعظ والوعظ الحسن وللموعظة الحسنة أشكال كثيرة منها الخطابة حيث إن الخطيب البارع هو ذاك الذي يتعامل مع عواطف الناس الجياشة واتجاهاتهم الكامنة حيث يستطيع الخطيب البارع أن يصل إلى قلوبهم بخطابة قائمة على الموعظة الحسنة أيضا من أساليب الموعظة الحسنة التذكير بنعم الله عز وجل على عبده التي تستوجب شكر المنعم سبحانه فنعم الله على العباد دائما ما ينسوها ودور الخطيب أن يقوم أو دور الدعية أن يقوم بإبراز هذا الجانب حتى يبصر المدعو بما ينبغي القيام به تجاه الخالق سبحانه أيضا من أساليب الموعظة الحسنة مدح الداعي إن الداعي عندما يمدح المدعو في غير نفاق أو في غير تطاول أو في غير ما وضع المدح من أجله إما مبالغة في المدح أو مبالغة في الذنب بمعنى أن يسير الداعية على التوسط وعلى تحقيق هدفه وهو الوصول إلى قلب وعواطف وإحساس المدعو بذكر خصائصه ومزاياه تقول له مثلا أنت طيب وأنت لست شريرا بطبيعة الحال وأنت شخص ناجح إن شاء الله وأنت إن كنت قد أخطأت فليست هذه نهاية المطاف وهكذا فيذكره بمحاسنه ومزاياه وينسى تلك العيوب نوعا ما وينسى الأخطاء نوعا ما حتى لا يثير بداخله الإحساس باليأس أيضا من أبرز أسليب المنهج العاطفي إظهار الرأفة والرحمة بالمدعوين كثير هم أولئك الدعاء الذين يعمدون إلى أسلوب القسوة وأسلوب العنف وهذا ليس من مناهج الدعوة بحال فالداعية الحق هو ذاك الذي يرأف بالمدعوين ويرحمهم ويتعامل معهم باللين حتى يدخل إلى قلوبهم أولا ثم بعد ذلك إن ملك قلوبهم استطاع أن يؤثر فيهم فيحرك ساكنهم وينطلق بهم إلى ميادين العمل والتطبيق إن إظهار الرأفة والرحمة يكون بكلمة طيبة مؤثر تناديه يا أبتي يا بني يا قوم وأيضا أن تقول إني أحبك أيها الشخص الذي تدعوه أخشى عليك وإني أريدك أن تنجو لست ممن يتحمل عذاب الله وهكذا أو أن تشاركه الوجدان في موقفه يعني أنت تنزل نفسك من المدعو منزلة نفسه فتساعده شخصيا فترفع إلى نفسه الأمل بعد نزول اليأس القرآن الكريم يشيره إلى هذا المعنى واصفا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول الحق تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إذا عزمت فتوكل على الله وصف الحق تبارك وتعالى النبي بأنه رحيم والنبي هو النبراس وهو المنهج الذي يجب أن يسير عليه الدعاء ومن أبرز أساليب المنهج العاطفي كذلك قضاء الحاجات وتقديم المساعدات وتأمين الخدمات إن هذا الأسلوب هو أوقع أساليب الدعوات العاطفية على الإطلاق فالكثير من الناس يعمد إلى القول لكن النفس دوما تطمح إلى العطاء وتطمح دوما أو تسير دوما إلى من يحن عليها أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإحسان إنسانه وهكذا أيها الدعاء عليكم أن تلجأوا إلى الجانب العملي بعيدا عن الجانب القولي الذي لا يؤثر كثيرا في المدعوين إن تأمين الناس نفسيا وسلوكيا وتقديم المساعدات لهم لهو أوقع إلى نفوسهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر